موسيقى شادين الكرام أهلا بحضرتكم في هذه التغطية المباشرة تأتيكم على الهواء مباشرة على شاشة قناة نهيل للأخبار تعقد في إسرائيل الليلة اجتماعات مصيرية لبحث كيفية التعامل مع النهج الجديد للإدارة الأمريكية وتعثر المفاوضات مع حماس وسيتم خلال هذه الاجتماعات بحث مصار القتال المستمر في غزة ولبنان في أعقاب قرار البيت الأبيض بوقف بعض شحنات الأسلحة والتهديد بوقف المزيد سبق ذلك تصريحات لرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها أن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل توقفت الآن عن إرسالها لأنها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين معلنا لأول مرة أنه سيعلق شحنات أسلحة لتل أبيب إذا أمر بنيمين نتنياهو قواته باكتياح رفع يأتي هذا في ظل الجهود المبذولة من قبل مصر والوسطى من أجل إقرار هدنة إنسانية وتبادل للأسرى للحديث حول هذا الموضوع وللقراءة في هذا الملف فيسعدنا أن يكون معنا في ستوديو قناة نيل الأخبار الأستاذ عماد عمر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي برحب حضرتك أستاذ عماد اسمح لنا أستاذ عماد أن نذهب لمتابعة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير ثم نبدأ القراءة في هذا الملف منذ أن بدأت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في التواغل داخل شرق مدينة رفح فرى الفلسطينيون باتجاه شمال قطع غزة المحاصر حيث تكدس أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص في مدينة رفح والواقع عند حدود قطع غزة الجنوبية في وقت تتحرك فيه القوات الإسرائيلية جنوبا آتية من شمال غزة الكثيرون نزحوا من رفح مرات عدة على مدى الحرب المتواصلة منذ سبعة أشهر وهم يعودون حاليا إلى الشمال بعدما أكبرتهم القوات الإسرائيلية قصريا على إخلاء الجزء الشرقي من المدينة التي تؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص وبين القصف الإسرائيلي من الشرق والبحر الأبيض المتوسط غربا فر الكثير من الفلسطينيين الهاربين من رفح متجهين نحو مدينة خانيونس القريبة ودير البلح في وسط غزة حيث ملأت ألاف الخيام المنطقة السحرية والتي لم تكن كافية على الإطلاق لاستيعاب الفلسطينيين في القطاع من جهتها شددت الأمم المتحدة على ضرورة إدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة ودعت إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصالها وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية حيث إن اقتحام إسرائيل وسيطرتها على معبر رفح في غزة يهدد بيقوع المزيد من الضحايا الأبرياء من المدنيين في الحرب كما يؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة بسبب تعريض تضفق المساعدات الإنسانية لمخاطر وعوائق إلى جانب نعكساته القطيرة على المنطقة عبر اتفاع واترة العنف والتوتر وعدم الاستقرار مشاهدين لكم التحية من جديد ولضيفي في هذه الوقفة الحوارية لأستاذ عماد عمر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وجدد لحضرتك التحية أستاذ عماد شكرا جزيلا أستاذ عماد أكثر من سبعة أشهر تقريبا على اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والآن الولايات المتحدة تعلق إرسال مساعدات لإسرائيل مساعدات عسكرية بحجة أنها استخدمت في ضرب المدنيين هل الولايات المتحدة أدركت بعد سبعة أشهر أن إسرائيل تستخدم السلاح في قتل المدنيين؟ الولايات المتحدة تدرك منذ البداية أن هذا يحدث نعم لكن هو الجديد هو الإعلان عن هذا الموقف كل العالم رأى ويعني دي يعني الحرب الأولى في التاريخ التي تدار بهذا الشكل على يعني وسط استنكار أو إجماع عالمي على استنكار ما يحدث وفشل العالم في مجرد أن يوقف الحرب في حد ذاته قرار وقف الحرب العالم كله يسعى لي لكن دون جدوة بسبب ما تفعله إسرائيل لأنه يعني إسرائيل لا تحارب حماس في غزة إسرائيل تدمر غزة كما رأى العالم الآن القطاع تحول إلى يعني كومة رماد إلى ركام كامل سكان القطاع تم تهجيرهم من مختلف أنحاء القطاع وحشدهم في مدينة رفح حوالي واحد ونصف مليون فلسطيني الآن وفي وضع إنساني كارثي يعني بدون مستشفيات بدون مرافق بدون خدمات بدون حكومة بدون أمن وضع كارثي في رفح الآن وتهديم كل القطاع يعني كما يصور البعض أنه يعني رفح أصبحت تمثل صورة مصغرة لما عليه غزة نعم وأنه شكل القطاع بالوضع الحالي إذا يعني لم يعد القوة المؤثرة على إسرائيل إلى رشدها وتتحرك في التجاه الصحيح نحن أمام صومال جديدة في الشرك الأوسط وضع الصومال إنه بلد تم تهدمها تم توليد خلايا متشددة تنتهج الفكر المتشدد ولا يعني بدون أي حكومة مركزية تدير هذا الوضع فنحن أمام يعني مسأل جديد أو نموذج جديد بسبب ما فعلته إسرائيل الولايات المتحدة منذ البداية تدرك هذا لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح الآن الجديد يعرف أنه عليها أن يتحدث عليها أن يعلن ذلك أولا الجديد أنه أعلن الموقف والمعتاد يعني كما ردد العديد من المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الماضية أن الخلافات دائما تسوى بينهم خلف الأباب المغلقة نعم لكن كون الرئيس الأمريكي يتحدث علنا ويقول صراحة أن هذه الأسلحة استخدمت في قتل مدنيين في غزة طبعا يعني ده تصريح خطير يعني على عكس ما كان ينتهجه مثلا في البداية أنه بيتكلم عن أنه حماس قتلت أطفال قطعت رؤوس أطفال في هجومها وأنه حماس وحماس وإرهابيين وكذا 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 الآن يبدو أمام العام كانه عاد إلى رشده لكن الحقيقة أن الحسابات اختلفت بالنسبة للرئيس الأمريكي الحسابات اختلفت الآن فقط أم أن إسرائيل خرجت عن إرادة الولايات المتحدة أو خرجت عن طوع الولايات المتحدة إذا جاز التعبير بإقدامها على الهجوم على رفع من ناحية خروج إسرائيل على إرادة الولايات المتحدة يعني يمكن اختصار ذلك أنه الآن في الوقت الحالي الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء إسرائيلي نتنياهو لم يعد بينهم نقطة اتفاق الآن لم تعد هناك نقطة اتفاق بينهم فيما بخصوص ما يحدث في غزة لكن هذا الخلاف أو إنشئنا الخروج الإسرائيلي على الرغبة أو الإرادة الأمريكية أيضا هو ليس جديد من الولايات المتحدة تحذر منذ أسابيع من إسرائيل وتطالبها بأن تقدم خطة واضحة لما ستفعله بخصوص المدنيين في غزة تطالب أن يكون هناك خارطة طريق لكيفية إجلاء المدنيين من رفح إذا أرادت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية في رفح وهو ما أقدمت عليه إسرائيل كما تعلن بأنها تعتزم إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى دير البلح وخان يونس وأقامت مخيمات لاستقبال المدنيين صحيح هي لن تستوعب كل الأعداد من المدنيين الفلسطينيين من غزة لكن هي بتظهر للعالم أنها تعتزم الإقدام على مثل هذه الخطوة حماية للمدنيين طبعا هي مجرد خطوات يعني لا تذكر نقطة في بحر من قدرتها على نقل واحد ونصف مليون يعني إنسان في رفح أن تنقلهم أو تخليهم تخلي المدينة منهم ما تفعله إسرائيل من منشآت أو محاولات للإجلاء والكلام ده نقطة في بحر من هذا والعالم كل يعرف ذلك والأم المتحدة قالت أن عملية عسكرية في رفح تعني كارثة إنسانية مؤكدة فإسرائيل الآن هي كما فعلت طول وقت الحرب وعلى مدى تاريخها الحقيقة إنها محاولة تكسب الحرب العلاقات العامة الحرب الدعائية بالنسبة للعالم هي دائما تقدم نفسها على أنها الضحية على أنها المظلومية الإسرائيلية في وسط دول العربية تريد افتراس إسرائيل المجنة عليها دائما المجنة عليها حتى بعدما طرحت الدول العربية مبادرة السلامة العربية وببنود واضحة وبإعلان واضح من الدول العربية وبموقف واضح وتكرر أكثر مرة إسرائيل دائما تجد السبيل والمخرج للهروب من طريق السلام وتصوير نفسها على أنها أمام خطر سواء من الفصائل الفلسطينية أو من قوة إقليمية أخرى دائما تجتهد وتنجح في تصوير نفسها في هذا الشكل في حرب غزة هي أيضا أدارة الحرب الدعائية حرب العلاقات العامة بنفس الآلة منذ بداية الحرب على أمل كسب العالم وأن تكون هذه فرصتها لتنفيذ المخطط الإسرائيل لتصفيت القضية الفلسطينية بموافقة العالم هذا ما كانت تسعي للك يعني الانقلب السحر على الساحر ما حدث في غزة العالم كله الآن يرى أمام عينيه كم الجرائم والمجازر قدمت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية الإحتاجات الشعبية في مختلف أنحاء العالم حتى المواقف الرسمية في دول كثيرة نرى الآن مثلا دول أوروبية زي أسبانيا إيرلندا سلوفينيا مالطا ربما تستعد لإعترافه الدولة الفلسطينية نعم خلال أيام وهناك الحليف الأكبر الأولى المتحدة يؤلل للمرة الأولى مثل هذا الموقف الواضح وأيضا لاسا مجرد الإعلان عن وقف الأسلحة لكن أيضا التبرير أنه يقول صراحة أنها استخدمت في قتل مدنيين في غزة أستاذ عمد اعتدنا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وجود أو إظهار على السطح أو جهل الخلاف بين الإدارة الأمريكية وبين يمين نتنياه العديد من الصور العديد من التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي كان فيها استهجان أو اعتراض على بن يمين نتنياه وفي إجراءات قام بها لماذا لا يأخذ الموقف الحالي في نفس الإطار للمواقف السابقة وهي محاولة المراوغة الأمريكية أو اللعب على كل الحبال خاصة ونحن في عام انتخابات والرئيس جو بايدن يريد أن يحصد أصوات من المؤيدين من الخلفيات العربية أو الإسلام يعني إلى حد كبير المواقف الأمريكي ينطبق عليها لحيك قلت عليه أنه هي توزيع أدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل لكن في الأساس هذا التحالف يعني يعتبر أنه لا سبيل إلى فصم هذا التحالف بين البلاتين المرادة مختلفة نوعا ما لكن من المنظور الاستراتيجي طبعا التحالف الإسرائيلي الأمريكي وحماية إسرائيل حماية الولايات المتحدة لإسرائيل لا جدال فيها وهذه الأفعال زي ما هك قلت أنها تكون من قبيل الحرب الدعائية هي أمور يعني كما إذا صح التعبير يمكن التراجع عنها لم نرى حتى الآن إجراء أمريكي على الأرض يلجم حاسم لا يمكن التراجع عنه هذا هو الاختلاف كل ما يحدث الآن هو صحيح هو تعبير عن المواقف هو تغيير في المواقف المعلنة لكن في النهاية على الأرض يعني رأينا على سبيل المثال موقف الولايات المتحدة من القرار المطروح على مجلس الأمن لمنح العضوية لفلسطين يعني كان شبه إجماع عالمي على حقية فلسطين لكن الجيد الأمريكي أوقف هذا القرار طب أستاذ عمد هل يمكن النظر للتحول إذا جاز لنا وصف موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن أو التصريح الأخير بتعليق المساعدات العسكرية أو توريد شحنات السلاح هل يمكن النظر إلى هذا إنه مخاطبة للداخل الأمريكي ومحاولة لاحتواء المظاهرات التي تشهدها الجامعات الأمريكية إجاء ذلك نتيجة لهذا الضغط من الطلاب مثلا؟ يعني هو ده عنصر آخر زي ما هي تفضلك من شوية أنه تمزيع الأدوار بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية وأيضا الداخل الأمريكي الولايات المتحدة تخشى على صورتها هي تدرك الآن إدارة الأمريكية أن إسرائيل خسرت حرب العلاقات العامة في حرب غزة الولايات المتحدة تدرك ذلك الآن وهي تريد حدوث تحول في الموقف الإسرائيلي يسمح بتحجيم هذه الخسارة وربما تحويل الدفة مرة أخرى لأنه كما وصفت هناك برقيات سربت من السفرات الأمريكية في المنطقة ورسلت الولايات الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة خسرت حرب العلاقات العامة في المنطقة على مدى جيل قادم بسبب أفعال إسرائيل وموقف الولايات المتحدة الدعم لإسرائيل فهذه نقطة النقطة الأخرى كما حدثت فضلتي الداخل الأمريكي استطلاعات الرأي يعني معهد جلب في أواخر مارس كان فيه استطلاع أظهر تحول في موقف الأمريكيين من حرب غزة الأغلبية من الأمريكيين لا توافق على ما تبعال إسرائيل في غزة الآن على عكس الوضع يوم 7 أكتوبر كان هناك تقريبا نص الأمريكيين لا يوفقون على أفعال إسرائيل الآن وصلت تقريبا إلى 70% من الأمريكيين طبعا عند توزيع النسبة بين الديمقراطيين والجمهورين تختلف بعض الشيء لكن بصورة عامة هناك ازدياد في عدم القبول لأفعال إسرائيل الرئيس الأمريكي يدرك ذلك هناك انقسام الآن في القاعدة الانتخابية للرئيس الأمريكي الديمقراطيين هناك انقسام بين الديمقراطيين ويعني رفض لما تفعله إسرائيل وهذا الانقسام طبعا ليس في مصلحة الرئيس الأمريكي في عام الانتخابات نعم الاحتجاجات الطلبية في الجماعات الأمريكية مع تزايد هذه الاحتجاجات وتغطيتها والاهتمام بيها أصبح الفضائع الإسرائيلية مادة مطروحة دائما في وسائل الإعلام وأمام الرأي العام الأمريكي هذا ليس في مصلحة الرئيس بايدن وخاصة أنه بيتم تحميله المسئولية عن دعم إسرائيل وعدم اتخاذ موقف لتلجيم أقلة الحرب الإسرائيلية فإذا الداخل الأمريكي هو جو بايدن يدرك تماما حساباته الانتخابية وأنه يحتاج إلى رأب هذا الصدع في القاعدة الانتخابية للديمقراطيين توحيد صفاهم لتعزيز موقفه في مجهة منافسه الجمهوري الرئيس السابق ترامب وأيضا احتواء أسر الاحتجاجات الطلابية في الجامعات لأنه حتى الكثير من أعضاء السلك الأكاديمي في الجامعات الأمريكية لا توافق على موقف الإدارة الأمريكية وأصبح الكل يجد حرجا شديدا في دعم هذا الموقف وتزايد الاحتجاجات بيضع الولايات المتحدة في موقف لا يمكن الدفاع عنه ورأينا في كيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات مشاهد كانت أمريكا تلوم عليها في العالم الأخر يعني تلوم على هذه المشاهد كبح التظاهرات والقبض على الطلاب كل هذه المظاهر كم صدعت أمريكا العالم من انتقادها والحديث عنها وسط انكرها أنه لابد من إعطاء الحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التجامع كل هذه الأكلشيهات سقطت بكل بساطة ويمكن يعني النقطة دي إذا حك سمحتيلي إنه دي نقطة يعني في وسط الأزمة والقضية الفلسطينية لا ينبغي أن تغيب عنها يعني ما يحدث الآن من العالم الغربي من كيفية التعامل أولا من الموقف من الفظائع الإسرائيلية والمجازر وكيفية التعامل مع الانتقاد لإسرائيل والتظاهر ضد هذه المجازر هذه الأمور لا ينبغي أن تمر علينا مرة الكرام لا ينبغي بعد الآن أن ننخدع بكل الشعارات التي يرفعها العالم الغربي تحت يعني دعاوة الإصلاح والطلقين بالشعارات الديمقراطية وغيره وغيره الحقيقة أنه المصالح هي التي تتحكم هذا ما رأيناه الآن يعني كثير من المشرعين الأمريكيين الآن يتحدثون ينتقدون مثلا قرار بايدن عن وقف شحنات أسلحة لإسرائيل ويقولوا أننا لابد أن نقف مع حلفنا على طول الخط رغم كل هذه المجازر التي تتقادها حتى الرئيس الأمريكي لكن المشرعين ينتقدون هذا الموقف ويرون أنه لابد من الوقوف مع حلفهم على طول الخط رغم كل الفضائع فمثل هذه المواقف لابد أن تعطي رسالة للدول المنطقة عن ضرورة فهم المواقف الغربية وعدم الجري أو الانخداع بالشعارات المرفوعة للدفاع عن يعني أين كان حق إنسان ديمقراطية مجتمع مدني كل هذه الشعارات للأسف داستها الأنظمة الغربية بكل بساطة عند أول اختبار بهذا الحجم فهذا الموقف لا ينبغي أن يغيب عننا وأن نفكر جيدا في مواقف هذه الدول طب أستاذ عماد دعنا ننظر إلى إسرائيل ماذا عن إسرائيل وخطواتها القادمة في ظل توقف شحنات أسلحة أو التلويح بفقدان الدعم الأمريكي اللانهائي الدعم المطلق بأن الولايات المتحدة تعارض توريد أنواع من الأسلحة بتستخدمها إسرائيل في قتل المدنيين ماذا عن مصار هذه الحرب وما تعتزم إسرائيل القيام به فيما بعد في ظل توقف الدعم الأمريكي أو تعليقه مؤقت يعني من الناحية العملياتية أو التشغيلية المسؤولين العسكريين في إسرائيل يعني أكدوا أن الموقف الأمريكي سيؤثر على قدرتهم على تنفيذ عمليات في غزة لكن الآخرين قالوا أنه ممكن يكون فيه بدائل بالنسبة للإسرائيل لجلب أسلحة من مصادر أخرى طبعا هذا يعني لن يكون ببساطة لن يتم في يوم وليلة وأيضا بالنسبة للقرار الأمريكي لا يختص على سبيل المثال بالتشريع لذلك قرروا الكونجرس بمساعدات أكثر من 90 مليار دولار لإسرائيل فهو قرار محدود وهو تعبير عن موقف ورسالة معلنة أكثر منه يعني شيء على يعني له تأثير ميداني ربما تنجح إسرائيل بدرجة أخرى في احتواء التأثير الميداني لكن المهم في القرار الأمريكي هو الرسالة التي يبعث أنها المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي هذا الموقف صراحة ويعلن التبرير الذي يقر فيه أنه فعلا إسرائيل قتلت بأسلحة أمريكية قتلت مدنيين في غزة نعم طب دعنا ننظر إلى سباق الانتخابات الأمريكية أستاذ عماد التنافس ما بين جو بايدن وترامب لا يختلفان في موقفهما عن بعضهما البعض فيما يخص إسرائيل والدعم الأمريكي لإسرائيل بل والحرب على غزة يعني كلاهما يدعم إسرائيل ويرى أن إسرائيل لها الحق في الهجوم على غزة بهذه الضروة وربما يكون ترامب أكثر شراسة في التعامل مع الملف من جو بايدن الذي لم يجد أي تعاون حقيقي على الأرض كما ذكرنا بالنسبة للفلسطينيين نؤجل هذه الإجابة على هذا السؤال وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أمين شمان رئيس الهيئة العليا للأسرة معنا عبر الهاتف من رمالة برحب حضرتك كيفا؟ بسأل خير لك ولكل المشاهدين أهلا بك ودعنا نذهب إلى مصار التهديئة أو الهدنة أو المفاوضات ما بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية من الوسطى مصر وقطر والولايات المتحدة يعني ما يتعلق بموضوع الهدنة وموضوع إتجابة حماس للمقترحات ورفض الهدنة حتى هذه اللحظة لموافقة حماس على المقترحات وفق الرؤية المصرية والقطرية والتي ذابت فيه الدولتان جساً جداً جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة وضع حق للاق نار دائم في قطاع غزة وعلى ثلاثة مراحل ولكن الوضع تماماً أن حكومة الحرب الاجترائية تتواصل في عجوانها على قطاع غزة ووصولها إلى معبر رفح ومحاولة احتلاله والكسف العشوائي المتواصل الذي أودى في حياة المئات في شرق رفح وفي أعماق مدينة رفح حتى تتواصل عمليات القصف والقتل والتي يرتقي خلال هذه العمليات عمليات القصف الجوي والمتكي المئات من الأفصال وقد زاد شهداء قطاع غزة بأكثر من 34.800 شهيد وأكثر من 78.000 جريح ولكن بالواقع إلى وجود أكثر من 11 نفقوداً تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة وما زالت موضوع التهدي أن يضاوح مكانه حتى هذه اللحظة لأن حكومة الحرب الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياه وبدغوط من ابن جفير واسمودريبش ما زالت تمارس مزيد من الضغط على حركته حماس وعلى الفصائل في قطاع غزة من أجل أن يرضخوا لغنى وفق الشروط الإسرائيلية وبالتالي كافة الجود التي ببنت من أجل توفير منارة لوقف هذا الأدوان لم تتوفر حتى هذه اللحظة بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم وجود وعدة حقيقة من قبل الأوليات المتحدة الأمريكية التي لوحت بعد الإرسال بعض شحنات الزخيرة والمساعدات إلى حكومة الحرب الإسرائيلية بسبب الأوضاع التي تجد الآن في رفح واستمرار هذا الأدوان الذي يستهدف كل ما هو حي في مدينة رفح وما حولها ومخيمها وبالتالي لم تستمر كافة هذه الأدوان وكافة هذه الوصفات وهذه الضغوط حتى اللحظة عن كبول واضح من قبل حكومة الحرب الإسرائيلية للمقترحات التي وافقت عليها حركة حماس ومعها عن الفصائل في قطاع غزة على أن تجري هذه التهدئة وفق ثلاثة مراحل تفضي في النهاية إلى إيجاد صدق التبادل وفتح ممرات وأبعادها الكوات الإسرائيلية عن شارع الرشيد وشارع صلاح الدين بالكرم من قريم حتى يتفنى لأن نازحين من جنوب ووصف من قطاع بالعودة إلى شمال هو دخول 500 شاحنة يوميا من المساعدات بالشمال والوسط والجنوب وكذلك أن يتم إطلاق صراح العديد من الأسرة عن فلسطين وفق المراحل الثلاثة في المراحلة الأولى 33 مدنيا إسرائيليا مقابل 30 خمسين أثيراً فلسطينياً في المرحلة الأولى ومن ثم ننتقل إلى أثر المؤبدات إلى أن تتم هذه الصفقة بشكل كامل ويتزامن ذلك مع وقف شامل بإطلاق النار على كافة الحاول نعم سيد أمين إلى أي مدى بتؤثر الإجراءات الإسرائيلية على الأمن والاستقرار في الأقليم ككل يعني كل الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة لا تؤثر فقط على قطاع غزة ولكن تلقي بظلالها على دول الجوار وأيضاً على الإقليم ككل إلى أي مدى الاستمرار في الممارسات الإسرائيلية يهدد أمن وسلامة الإقليم من وجهة نظرك يعني هذا بالتأكيد سيهدد أمن وسلامة الإقليم لأن هناك موقف واضح من الحكومة المصرية ومنها لما لذلك من آثار سلبية على الأمن القومي المصري إذا استمرت إسرائيل في أعملياتها وبالتالي غضاً ما تصرت حملة من التهجير سواء كان قصرياً أو طوعياً تجاه إماء وتجاه الأرابيع المصرية وهذا ما هو مرفوض مصرياً لأن الموقف الثابت للحكومة والشعب المصري أن يبقى للفلسطينيون في أرضهم صامدون متشبثون وأن لا يتم تهجيرهم كما حصل في نكبة عام 48 وشردوا في منافع الأرض ووزعوا على المخيمات في سوريا وفي الأردن وفي لبنان وفي العديد من الدول العربية وبالتالي هناك موقف من العديد من دول الفوق العربي سواء الأردن أو لبنان أو مصر أو سوريا برفض عملية التهجير وأن ما تكون به إسرائيل الآن في رفح ربما يؤثر على الأمن الإقليمي برمته وربما يؤدي ذلك إلى اتفاع دائرة أسراع بالضبط إذا ما يجري في باب المنزل والبحر الأحمر وما يجري على الجبع الشمالية ما بين حزي الله وإسرائيل وكذلك ما يجري في الجنوب من استمرار هذا الأنوان ضد شعبنا الفلسطيني حيث أن الموقف العربي واضح تماما وفق هذه المقترحات التي صارتها وأشرفت عليها الحكومة المصرية والقطرية وبالتنسيق مع الأمريكيين ولجولات طويلة ومتوافلة من أجل أن لا ينتقل هذا السراع وأن لا تتسأ دائرة هذا السراع لتشمل العديد من المواقع الجديدة والتي ستؤثر فعليا على الأمن القومي المتقمي للعديد من دول المنطقة لذلك ما يجري في رفح هو مؤشر خطير للأيام القادمة إذا ما استمر هذا الأنوان الإسرائيلي المتواصل نعم أشكرك السيد أمين شمان رئيس الهيئة العليا للأسرة كنت معنا عبر الهاتف من رمالله شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا أستاذ عماد لحضرتك أي تعقيب على كلام السيد أمين شمان هو الحياة طبعا أشهر للوقتين المهمين فكرة أن المفاوضات بخصوص صفقة بين حماس وإسرائيل تراوح مكانها بسبب المطالب المختلفة للأطرافين والمقطة الأخرى هي التأثير على أمن الإقليم طبعا مسألة المفاوضات يعني هو في مطالب ومواقف أساسية من كل طرف يحاول فرض ردته أو رؤيته لتنفيذها طبعا نتنياهو يحاول شراء الوقت بالأساس يعني يهمه عدم وصول الاتفاق يهمه استمرار الحرب لمصلحة حكومته ولمصلحته الشخصية لأنه يعرف ما ينتظره بعد انتهاء الحرب في اليوم التالي للحرب يعرف أن حكومته لن تقوى على الصمود هو نفسه سيكون في مواقع مسألات وربما المحاكمة وعلى المستوى الإقليمي سيجد يعني ربما تغيير كبير في المواقف والعلاقات بين الدول وربما فكرة شيطانة طرف أو آخر التي كانت إسرائيل تسعى لها أصبح الآن يعني ليست مطروحة بالدرجة اللي هي عاوزين مسار رأينا إيران لها علاقات الآن مع الملكة العربية السعودية ونرى مؤخرا حديث وتصريحات من إيران ومصر عن تقارب بين الطرفين بعد حرب غزة احتمال كبير أن هذه العلاقات يكون فيها مزيد من التقارب هذا على عكس ما تسعى لإسرائيل إذن هذا بالنسبة للموقف الإسرائيلي الموقف حماس هي تحاول من خلال المفاوضات الوصول إلى صفقة تسقط بها المخطط الإسرائيلي للقضاء على حماس هي تحاول أن تخرج من الصفقة بصيغة تسمح لها بإعادة فرض سيطرتها في قطاع غزة بالنجاح من ما تفعله من خطط إسرائيل فهناك خلافات والتعديل الأخيرة الذي تحدثت عنه والتقارير من ناحية حماس على المقترحة الذي قدم من قطر ومصر شمل نقاط تسعة في هذا الاتجاه نعم إذا سيب وقت هذا الحوار انتهى للأسف أستاذ عمد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وأشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة وخلماتنا الإخبارية متواصلة معكم على مدار الساعة ابقوا معنا دائما أشكر اشتركوا في القناة